اشتركوا في القناة في المناطق السكنية وإلى 80% في بعض المناطق الساحلية وتصل إلى 90% داخل البحر في الجزر حاليا الهواء جنوبي شرقي 8 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح حاليا تنشط على فترات درجة الحرارة حاليا 30 درجة مئوية رطوبة نسبية في المناطق السكنية حول 60% رؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر سما صافية حاليا لكن هناك فرص لعبور بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق عبور السحب سيستمر ويانا اليوم وباشر لنهاية اليوم للساعة 12 الرياح ستكون نشطة على فترات كحد أقصى في سرعتها 42 كيلومتر في الساعة جنوبية شرقية للساعة 12 درجات الحرارة تتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء بعض المناطق الساحلية والجزر تتراوح درجات الحرارة هناك ما بين 25 إلى 29 درجة مئوية في جزرنا الجنوبية كبر وقارو أم المرادم في جزرنا الشمالية 31 في وربو بوبيان فيلتشة 29 درجة مئوية الرياح جنوبية شرقية نشاطة على فترات لحساس بالرطوبة بالحوظ ومستمر ويانا على المناطق الساحلية بشكل خاص حتى منتصف نهار يوم الغد الرياح جنوبية شرقية تنشط على فترات من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة في فرص لغبار مثار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة نسب الرطوبة أيضا متفاوتة من منطقة إلى أخرى لكنها ستكون بإذن الله أقل من اليوم تدريجيا ستتراوح ما بين 70 إلى 80 وتدريجيا تتراجع بإذن الله بعد ذلك ترجع إلى 60% وبعدها تكون أجواءنا أكثر اعتدالا مع عودة الرياح الشمالية الغربية ونشاطها على فترات اعتدالا من حيث نسب الرطوبة درجات الحرارة منتصف نهار يوم الغد أو درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية في أغلب المناطق 39 في السالمي مع عبور لبعض السحب فرص لغبار مثار على المناطق الصحراوية والمكشوفة ومنها السالمي 39 في الأحمدي ومثلها في مطار الكويت وأيضا في مدينة الكويت والمناطق 41 في الوفرة 39 في الخيران وين هو يصيب؟ أما جزرنا الجنوبية كبر وقارو أم المرادم 31 درجة مئوية ومثلها في جزرنا الشمالية وربو بوبيان وبفيلتشة أيضا 31 درجة مئوية 43 رح تكون أعلى درجة حرارة متوقعة ومتوقع أنها تكون في الجهرة بإذن الله مع عبور للسحب ونشاط للهوى الكوس لإحساس بالرطوبة أيضا مستمر ويانا تدريجيا سرعة الرياح خلال مساء يوم الغد رح تتراجع وتكون خفيفة إلى معتدلة من عشرة إلى تقريبا 38 كيلو متر في الساعة وإلى 35 كيلو متر في الساعة متقلبة الاتجاه إلى الشمالية غربية مع نهاية يوم الغد بإذن الله يقلب الهوى إلى شمالي غربي البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا أجل أي نشاط بحري ارتفاع الأمواج رح يكون مزعج من 2 إلى 6 قدم نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الفترة هذه من فترات الحمل المد الأول بإذن الله ساعة 12 ودقيقة من بعد منتصف الليلة المد الثاني ساعة 11 وثيمن دقيقة صباحا والجزر الأول ساعة 55 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 6 ودقيقتين مساءا المواقعية بإذن الله أذان الفير ساعة 24 والشروق الساعة 45 والمغرب الساعة 5 و33 دقيقة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال أيام الخمسة القادمة لا تزال درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية حتى يوم الجمعة لكن بعد ذلك تبدأ بالتراجع تدريجيا بإذن الله وبعد ذلك خلال الأيام القادمة سيكون هناك تراجع في درجات الحرارة مستمر خاصة خلال النهار أجواء معتدلة معتدلة وأكثر اعتدالا في الفترات المتأخرة من الليل الفجر وتميل قليلا إلى البرودة 39 العظمى باشر والصغرى 27 هوا كوس نشط على فترات خلال النهار تتراجع سرعته خلال المساء ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة سيستمر ويانا يوم الغد يتراجع بعد ذلك ابتداء من يوم الخميس مع نهاية يوم الغد الهواء يقلب إلى شمالي غربي عبور للسحب سيتراجع بشكل ملحوظ في يوم الخميس 39 العظمى والصغرى 26 والهواء يعود شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة من 8 إلى 35 كم في الساعة 40 أيضا واجواء مشمسة في يوم الجمعة والصغرى 25 والهواء الشمالي غربي نشط على فترات فرص لغبار محصور على المناطق الصحراوية والمكشوفة راح نوافعكم معلومات أكثر عنه لكن بنشراتنا القادمة من 15 إلى 42 ومن 15 إلى 40 في يوم السف بذن الله 37 العظمى والصغرى 28 تبدأ درجات الحرارة تدريجيا بالتراجع عن 40 درجة مئوية 38 في يوم الأحد والصغرى 27 والهواء الشمالي غربي مستمر ويانا نشط قليلا على فترات من 10 إلى 40 كم في الساعة أعزاء المشاهدين الكوس راح يستمر ويانا اليوم مباشر بعدها راح ترجع الرياح الشمالية الغربية وتتراجع نسب الرطوبة تدريجيا اليوم مباشر لا تنزلون البحر بعد ذلك بذن الله الهواء راح يكون أكثر اعتدالا ويكون جفافا وتتراجع نسب الرطوبة تدريجيا ويكون جفافا وتتراجع معها درجات الحرارة خلال النار نشطنا الجوية تنتهي